اشتركوا في القناة رئيس دولة الامارات العربية المتحدة عن طريق فارس الاستبل راشد الجنابي بالجوات ايت منت مشيرا سموه الا ان هذا الفوز الكبير دليل واضح على الامكانيات الكبيرة التي يمتلكها الاستبل وفرسانه الذين قدموا مستويات بارزة في السباق وصولا الى تحقيقهم للقب الغالي واشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بدوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وليعهد ابو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة بالاهتمام برياضة الفروسية والعمل على تطويرها والارتقاء بها الى مصاف العالمية مشيدا في ذات الوقت بمتابعة الامر الذي اسهم في اخراج السباق بحلة تنظيمية زاهية مؤكدا ان هذا التنظيم الرائع ليس بغريب على دولة الامارات العربية المتحدة التي دائما ما عودتنا على التميز في جميع السباقات التي تصطديفها وقال اسمه انه عندما تشارك في السباق نخبة متميزة من الفرسان والجياد فانه بكل تأكيد سيكون سباقا مثيرا ويجتمل على عناصر القوة والتنافس والإثارة وهذا ما حدث بالفعل حيث جاء السباق قويا وسريعا في جميع مراحله الستة وأوضح سموه ان مشاركة الفريق الملكي للقدرة جاءت بهدف المحافظة على لياقة الجياد وصحتها مؤكدا سموه ان مشاركة الفريق الملكي في السباق لا نتطلع من خلالها الى احراز المراكز المتقدمة ولكن في اطار الحرص على التواجد والمساهمة في انجاح هذا السباق مشيرا سموه الى ان الاهم من تحقيق النتائج هو التواجد الفاعل في هذا التجمع الكبير لرياضة القدرة والمحافظة على لياقة الجياد مشيرا سموه الى ان جميع المشاركات للقدرة في البطولات المحلية الخارجية تخضع الى تقييم فني مستمر وذلك للتعرف على نقاط القوة لتعزيزها وهي استراتيجية الفريق الملكي التي ضمنت له التميز في مختلف البطولات وابدى سموه سعادته بمشاركة الفريق الملكي في هذا السباق الهام قبل المشاركة في السباقات المقبلة ستكون لها اثار ايجابية في اكتساب فرسان الفريق الملكي للمزيد من الخبرات الفنية والتقى سموه الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مع صاحب السموه الشيخ محمد بن راشد المكتوم على هامش السباق حيث تبادل سموهما الاحاديث الودية بينهما بالاضافة الى مجريات السباق وتنافس فيه كما التقى سموه مع عدد من الفرسان المشاركين في السباق ترجمة نانسي قنقر